أحيت تونس اليوم الذكرى الثانية للثورة وسط مشحنة أبطالها المحتجون الغاضبون من سياسة الحكومة ومن تجهل الأهداف التي قامت من أجلها الثورة على حد تعبيرهم عبدوها بالكاراتي إلى محافظة سيدي بوزيد التي تبعد 350 كم جنوب غرب العاصمة توجه رئيس التونسي المنصف المرزوقي للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثانية لانطلاق الثورة التونسية لكن سرعان ما تحول الاحتفال إلى غضب وسخط من طرف المواطنين الذين رشقوا المسؤولين بالحجرة واتهموا الحكومة بتجاهل الأهداف التي قامت من أجلها الثورة المتظاهرون تهم حكام تونس الجدد بتقاسم الكراسي والمناصب السياسية وتجاهل معاناة الأهالي رئيس التونسي رد على الغاضبين بقوله إن قطف ثمار الثورة يحتاج إلى وقت وصبر ثم في المدينة هذه وفي البلاد هذه غضب مشروع هذا الغضب المشروع ناتج على تأخر يعني كل الأشياء التي قامت من أجلها الثورة سواء محاسبة الفسدين سواء التنمية هذا الغضب أنا أفهمه لأنه هو غضبي وهذا الاستياء أفهمه لأنه استيائي وهذا أحيانا يعني شعور الإحباط أشعر به كما تشعرون به لأنه للأسف الشديد يعني الأمور هذه ممشيتش كما ننبغي لكن الثورة رأي ما إيش بوتون يعني تنزل عليه تمر من الظلام إلى النور سنتان مرت على حرق محمد البعزيزي لنفسه احتجاجا على مصادرة سلطات العرباته تغير الحكام والمأساة واحدة لذلك دعت الهيئة الجهوية لحماية ثورة 17 دجمبر أهالي سيدي بوزيد إلى وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإنصاف الفقراء والعاطلين